هنوح لخبر اللي بعد كده منتخب ناشيء اليد يواجه رواندا ببطولة أفريكا منتخبنا الوطني ناشيء كورة اليد بكيادة مديره الفني كابتن مجدي أبو المجد هيلعب أو بيلعب النهاردة مبرامة منتخب رواندا في الثاني جولات المجموعة التانية من بطولة أفريكا واللي بتتلاقي في رواندا في الفترة من 30 أغسطس والحد 7 سبتمبر اللي احنا فيه منتخبنا أو اللي جاي منتخبنا كان كسب من برح منتخب الجزائر بنتيجة 43-19 والمنتخب يلعب في الجولة الأخيرة من المجموعة مع منتخب مدغاشكر منتخب يضم في صفوفه أربع لعبين من النادي الأهلي هم محمد صلاح، معاذ عزب، يوسف عبدالغني، بلال إبراهيم وطبعا محتاج أفكر حضراتكم أن منتخب الشباب بكيادة كابتن صابر حسين استطاع أن يفوز ببطولة أفريقيا منذ أيام على نفس الصالة بالمناسبة وفوزنا على الجزائر 25-16 وكان فرق كبير جدا وكنا أشدنا بأداء المنتخب فإذا يبدو أن صالة رواندا كيجالي في رواندا يعني صلوا الشاحل وعلى المنتخبات المصرية وإش الساعدة دايما وخلينا أقول لحضراتكم أن منتخبات اليد ما نبقاش قلعنا عليها سواء في الناشئين أو في الشباب بيبقوا ماشئين بشكل جيد ولكن منتخب الشباب أيضا منتخب الناشئين ماشي بشكل جيد فده بيديك مؤشر هالكرة اليد في مصر هي الفترة الحالية فقط وهو الجيل اللي موجود فقط ولكن الإجابة القادمة هتمشي على خطة الفرية الكبيرة طب إيه المعيار عندنا؟ المعيار هي البطلات الدولية فأنت بتبتدي الأول بالإقليمي أفريقيا بتشوف نفسك فين وهل أنت يعني ماشي بشكل جيد بتتساعد أفريقيا في المستوى الفني وبعد كده بتروح على المستوى العالمي سواء كؤوس عالم ولكن طبعا كابتن مجد أبو المجد مش محتاج نتكلم عنه ده راجل يعني فاز بكأس العالم منذ عامين مع منتخب الشباب أيضا أو منتخب الشباب أولا ولكن يعني مش محتاج نتكلم عنه وهو الآن بيقود بلحمة جديدة ويعني بيقود اختبار جديد أو زي ما بيقوله تحدي جديد مع منتخبات مصر وهو قادر إن شاء الله بالمواهب الفني خلينا أقول لكم دايما دايما أن المدربين أو المدرين الفنيين المصريين في كرة اليد لا يختلفوا أو ما بيبعدوش كثيرا عن المدرين الفنيين الأجانب ودي حاجة تشرفنا جدا أن كوادرنا مش بس كوادر لعيبة ولكن كوادر أيضا مدربين وبنلاقي مدربيننا في كل حتة في دورة الخليج موجودين وفي أكثر دول من الدول العربية بيكون فيها كوادر مصرية من المدربين ولكن الفرق ما بيكونش كبير خاصة في المراحل الصغيرة الناشئين والناشئات وأيضا الفريق الشباب وعندنا خبر كمان جيد أن الناشئين والناشئات ماشئين بشكل جيد وفيه استعدادات بشكل كبير عشان يعني إنشاء منتخب مصر للسيدات ودي خلاص يعني وضع قائم وإن شاء الله بيتم إعداد له وهيشاركوا في دوت أفريقيا القادمة ودي خبر كتير استنيناه وخسارة احنا فاتنا كتير منتخب السيدات أكيد هيكون زي الرجال احنا جينات كرة اليد يعني موجودة في مصر ونقدر بشكل جيد التخطيط ومن ساعة طبعا الكبير العظيم الكابتر حسن مصطفى مأسس لهذه اللعبة في ثوبها الجديد في أواخر أو بداية التسعينات حتى الآن احنا الحمد لله ماشيين بشكل جيد جدا في خسارة احنا ما كانش عندنا فريق للسيدات الآن أصبح عندنا فريق للسيدات ترجمة نانسي قنقر